تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أغلقت قوات الاحتلال على مدر يومي الخميس والجمعة مع بركرم أبو سالم بشكل كامل والذي كانت تتسلم فيه الأمم المتحدة المساعدات لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هنا من العريش ورفح تتحرك الشاحنات المحملة بيئة المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وغيرها من اللوجستية متوجهة إلى معبر رفح المصري ثم تتحرك بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم اليوم قررت قوات الاحتلال إغلاق المعبر بشكل كامل لليوم الثاني على التولي وهو جزء من سلسلة الانتهاكات المختلفة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من منع للمساعدات الإغاثية من الوصول بشكل عام بالإضافة لإستمرار القصف المستمر على مراكز الإيواء والمدنيين وغيرها من الإجراءات التي تنتهجها قوات الاحتلال لكن الأونروا أعلنت صباح اليوم أن قطاع غزة بشكل عام على أبواب المجاعة بسبب النقص وعدم تدفق المساعدات الإغاثية بشكل كامل من الناحية المصرية المجهودات المصرية لا تتوقف سواء في تحميل هذه الشاحنات الإغاثية وتحركها من معبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى أما في الناحية الأخرى من ناحية كرم أبو سالم وناحية قوات الاحتلال بعد أن تتسلمها الأمم المتحدة تمنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا الأونروا تحدثت عن أعداد كبيرة من النازحين اليوم وأيضا استهداف قوات الاحتلال لمستشفى كامال عدوان في شمال قطاع غزة بعد أن توقف دخول المساعدات على الإطلاق إلى شمال قطاع غزة ونزوح حدد كبير من المصابين والأطباء داخل مستشفى كامال عدوان في شمال قطاع غزة كل هذه الإجراءات التي تنتهج قوات الاحتلال إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف إما بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو حتى باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار هذه هي الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى